يا اهليم فيكم انا ساشة تيوب ورجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة يا رب تستمتع وتستفيدوا منا وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وخلونا نوصل الفيديو الالف لايك وانتوا قدها وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلون عن نبي عليه الصلاة والسلام يلا ما اطول عليكم خلونا نبدأ القصة تقول صحبة القصة انا سيدة وعمري واحد وخمسين سنة تزوجت صغيرة جدا وعندي ثلاثة اولاد اعمارهم سبعة وثلاثين وخمسة وثلاثين وواحد وثلاثين وبنت عمرها تسعة وعشرين سنة وكلهم متزوجين انا ربيت عيالي على الحب وطاعة الله والوالدين وزوجي كان يكافح عشان لقمة عيشانا واولادي كلهم صاروا موظفين براتب محترم جدا قبل اربع سنوات توفي زوجي وبقيت وحيدة في البيت اخذني ولد الكبير عنده بس زوجته تركت البيت وراحت عند اهلا وقالت له انه ما رح تسكن معي وان بقيت انا معهم رح تتطلق هي يعني خيرته بينه وبينه وصارحني ولد بانه ما يبي تكبر المشكلة وطلب مني اني ارجع لبيتي ورحت لبيتي اللي تركه زوجي قاعدت هناك شهرين بعدها اتفاجأت بعيالي انهم يبوني يبيعون البيت عشان يقسمون الورث وفي المقابل انا اخذ حصتي واشتري بيت اعيش فيه طبعا انا قابلتهم بالرفض لانه هذا البيت عشت فيه حياتي كله وكل ركم من البيت عندي فيه ذكريات تجاهلوني عيالي وراحوا باعوا البيت وما اعطوني مبلغ اقدر اشتري فيه بيت ورحت بعدها عند بنتي اللي هي في مدينة ثانية عشان ازورها رحبت فيني ورحب فيني زوجها طلبت مني اني ابقى معها وقالت ان زوجها موافق على عيش معهم بقيت معها وما حتكلمني من عيالي وزي ما قلت لكم حتى هذاك البيت اللي باعوه ما اعطوني لا انا ولا بنتي حقنا زوج بنتي يعاملني بشكل ويحبني ولما يجتمعوا اخوان زوج بنتي مع امهم لانها هي كمان ارملة اشوف قد ايش يحبونها عيالها واشوف كمية التكافل والتعاطف بينهم حتى انه عيالها يتهاوشون على مين اللي ياخد امه معه بصراحة اغبطها الله يخليهم لبعض وفي المقابل الاحب كمية لا مبالاة عالية في عيالي احس بالغبطة والغيرة واني كمان ابي انه عيالي يتهاوشون على بري بس مع الاسف محد مهتم ومحد يبيني رغم اني كنت مضحية لهم وكان زوجي مضحي هو كمان كنا احيانا ما نشوفه ولا يجينا شهر كامل بس عشان يوفر لقمة العيش ويعيش اولاده عيش كريمة كنت احافظ على شرفي وشرف عيالي وقت غياب زوجي كنت احيانا اعصب عليهم واضربهم بس كان ضربي ضرب تأديبي مثل كل الامهات ويكون خفيف موها مجي وللامانة اكثر وحدة كانت تنضرب هي بنتي واضربها بكل قوتي والمضحك انها هي اللي احتضنتني وزوجي لما كان يعصب على واحد من عيالي ويبقى يضربه كنت ارمي نفسي عليه وانضرب بمكانه لانه ضربه قوي جدا واخف عليهم انا اللي انضرب من زوجي ويبقى جسمه مخدر للايام انا مرز علانة منهم وما ارد عليهم وهم يتهمون بنتي انها تحرضني عليهم وبدأوا عيالي يقولون انهم يبوني ارجع لهم انا عارفة يبوني يرجعوني بس عشان ما تتشوه صورتهم قدام الناس لان الناس بدت تتكلم وقاعدين يعايرونهم بانه غريب احتضن امهم وعيالها رموها خصوصا في العائلة ما احد من العائلة صار يحترمهم لان تصرفهم جديد على عائلتي وعائلة زوجي زوج بنتي قال لي انت مرحب فيك في اي وقت واذا تبينت بقين ابقي واذا تبينت روحين روحي واذا روحتي وندمتي وبغيتي ترجعي لا تستحي لان الباب مفتوح لك دايما لاني انا ولدك زي ما زوجتي بنتك وعيالي بدأوا يتهموني بالقسوة بصراحة انا ما ابي اشوفهم لاني انا مرتاحة مع بنتي وزوجها اللي فعلا صار ولدي حتى اخوان زوج بنتي لما عرفوا باللي سووه عيالي صاروا دايما يجيبون لهدايا ويعزموني ويحسسوني دايما كأني فرد من العائلة شايليني فوق راسهم ويعتبروني امهم الثانية ايش الحل انا ما ابي اسامحهم وخصوصا لما باعوا بيتي اللي فيه ذكرياتي الحلوة والمرة وتركواني مرمية كده وبس والله انتهت قصتنا لليوم يارب تكون عجبتكم واذا عندكم قصص وتابوني اقولها ارسلوها لي على الانستجرام او السنابع ظلكم الروابط بصندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر